عندما يكون ممثل السلطة التشريعية محل اتهام فكيف سيحقق مع السلطة التنفيذية وكلاهما أجدر بتهم الفساد التي يتبادلونها كلما اشتد الصراع على المناصب والمكاسب في إطار المساومات السياسية يحبس ملف الاستجوابات البرلمانية للوزراء والمسؤولين رغم توعد أطراف سياسية باستجواب وإقالات قريبة فيما يؤكد مسؤولون أن عملية الاستجواب أفرغت من محتواها وسوفت على يد الكتل التي ينتمي إليها الوزراء بعض الأحزاب تحاول ركوب موجة السخط الشعبي المتصاعد من الحكومة من قبيل الحديث عن ملف الاستجواب كشعار إعلامي وباكورة للإصلاح والظهور بمظهر محارب للفساد المتفشي في مؤسسات الدولة غير أن ذلك لم يتجاوز المكاسب الإعلامية أو الابتزاز لكتل أخرى ينتمي لها الوزراء الملوح باستجوابهما نواب في البرلمان أكدوا أن ملف استجواب الوزراء أصبح ملفا مشلولا وفارغا من محتواه بصورة أقرب إلى سياق عمل العصابات منه لإدارة الدولة حيث تدفع الكتلة التي تسعى لاستجواب وزير معين كتلة الوزير لاستجواب وزيرها أو إغلاق ملف وزير من هذه الكتلة يقابله إغلاق ملف وزير من الكتلة الأخرى وهكذا بمنطق وزير مقابل آخر تخدر أموال العراق ويعيش العراقيون الأمرين النواب أوضحوا أن إجراء بعض الاستجوابات يحقق مكاسب إعلامية للكتلة المستجوبة وللبرلمان رغم أنها مساومات سياسية ومن ذلك يبدو توعد التحالف سائرون باستجواب عدد من وزراء حكومة عبد المهدي في ذات الدائرة النائب عن التحالف محمد الغزي قال إن هناك تأخيرا كبيرا في تنفيذ البرنامج الحكومي مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استجواب عدد من الوزراء من قبل نواب تحالف سائرون وقد تصل الأمور إلى إقالتهم وبين التهديد في العلن والتسوية في السر تبقى عجلة الفساد دائرة في العراق وتسحق تحتها حياة العراقيين وآمالهم وحاضرهم وربما مستقبلهم إن استمروا صامتين